بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى الجليس بتاعنا النهاردة جليس مختلف شوية جليس ما بيجيش لحد غير وهو بيبشره بالفرح جليس ما بيجيش لحد غيره بيخليه لو هو فاهم معناه يحس بالثقة بالثقة بالله والثقة بالنفس جليس كده مليان بالبشر مليان بالهنى كل الناس بتستنى اي حد رايح يعمل حاجة مستني الجليس ده ولذلك لما بيجي الناس بتعمله افراح ويبقوا سعداء بيه جدا لانه هو احد اهم مفاتيح السعادة الجليس بتاع النهاردة ده اول ما هتسمعه اول ما هتسمع اسمه هتحس ان انت ياه انا عايز يبقى معايا على طول عايز يبقى جليسي على طول والجليس ده بالذات حاجة غريبة جدا على قد حلوته لكن ممكن يطلع من الناس حاجات مش حلوة بس هو ربنا خلقه عشان يطلع حاجات حلوة من الناس الجليس ده من اكتر الجلساء اللي احنا نتمنى ان احنا نعشرهم ويطول الوقت معا الجليس ده هو النجاح انا عارف ان انتو لسه في ودانكم زغارية الايام اللي فاتت عشان احنا كنا مستقبلين النجاح ده مع كتير من اولادنا اللي كانوا امتحنوا واكتهدوا وربنا سبحانه وتعالى وقفقهم في امتحانات السنوية العامة ومعانا احد اوائل السنوية العامة الاول على السنوية الازهرية الاستاذ لازم اقول له الاستاذ الاستاذ امير فاهمي استاذ امير ازاي حضرتك الحمد لله اهلا وسهلا ان اتعى حضرتك الف مبروك يا سيد امير الله يبارك حضرتك يا فامد انت نلاحظ ان انت امير فاهمي ها اه امير فاهمي وكأنك امير الفاهم يعني اربنا اكرمك يا رب لان عندنا الامام ابن جن بيقول وكل له من اسمه نصيب نصيب ازاي حضرتك الحمد لله كويس انا عايز اكلمك عن النجاح باعتبار حضرتك دلوقتي التوب بتاع النجاح فخلينا اسأل حضرتك سؤال فاكر اول مرة شعرت فيها بحلوة النجاح اول مرة فاكرة اه كانت امتى كانت الابتدائي سنة خمسة وستة ابتدائي انت برضو كنت من الاوائل في خمسة وستة ابتدائي اه الحمد لله حسيت باي ساعت اه فرحة ان الله الرحمن الرحيم قال تعالى وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ نعم صدق الله العظيم اه فرحة النجاح اعتقد انها غير اي فرحة ممكن اي حد يشعر بيها يعني فرحة بتبقى مختلفة وليها طعم مختلف وبيبقى ليها طعم احلى من طعم اي فرحة تانية يعني طعمها انا حسزك ان طعمها عندك هو طعم ان انت حسيت ان انت عملته وتعبت فيه ليه فايدة وليه قيمة فالنجاح بيعمل كده في الإنسان فرحة ان ربنا نظر لعملك فرحة ان ربنا تقبل لعملك وجزك عليه واكرمك وافقك ويعني وفعلا زي مربنا بيقول ان الله لا يضيع اجرى من احسن عمله ده انت مش امير بس يا سيد امير ده انت امير وامر كمان كلامك منور الله يفتح عليك سيد امير هل كل ما بيزيد نجاحك بتزداد فرحتك طبعا كل النجاح ما يبقى اكتر اكيد النجاح الاكبر بيبقى تعبوا اكتر من النجاح الاقل فكل ما بيطعبوا اكتر طبعا وربنا يوفقني بيفرق طبعا اكتر في الفرحة وفي الشعور ان ربنا الحمد لله نظر لتعبي ونظر لمجهودي وكرمني ووفقني يعني ربنا يجعلك دايما محل نظر مولانا سبحانه وتعالى ويجعلك محل المدد ومحل التوفيق والسداد انت مش عارف انا لما بشوف حضرتك وبسمع كلامك بحس فعلا ان القلوب المنورة مازالت بتعمر حياتنا خلينا اسألك سؤال تاني بس ايه السؤال اللي فات بس انا عايز اقولك حاجة خليك دايما على الشعور اللي انت فيه ده ان كل ما يزداد النجاح يزداد فرحتك وهقولك لان فيه ناس بتقل فرحتهم لما يزداد النجاح لأسباب كتيرة هنتكلم عنها بس خلينا اسألك اخر سؤال اول حاجة بتعملها لما تنجح هي ايه وليه اولا بحمد ربنا ثانيا بقبل يد ورأس امي الله اكبر اقال الله في عمرها ربنا يبارك فيها ويهنيها بيك يا رب ربنا يبارك لك فيها اجاب بصلي ركعتين شكس لله الله اكبر عليك ربنا يزيدك نور وبركة وفتح امي يا رب لازم نشوف السيد امير ونتعلم منه وكأنه بقى امير عشان هو مطاوع نور قلبه لان القلب هو امير الجسد ربنا يبارك فيك يا سيد امير ويجعلك ان شاء الله دايما من اهل التوفيق ومن اهل النجاح ومن اهل الفضل ودايما تبقى ان شاء الله باب من ابواب شاح زهيمة من الناس والفتح عليهم ان شاء الله والبركة ربنا يجعلك ان شاء الله رمز من رموز الخير يا سيد امير امي يا رب انا شاكر لحضرتك والف مبروك ليك وان شاء الله دايما في سعادة وفانة ولو سمحت بس لنا رأس والدتك واقول لها احنا كلنا بندعي لها عشان خرجت لنا الامر ده اللي هو السيد امير فهم شكرا لحضرتك سيد امير وربنا ان شاء الله دايما بالتوفيق وبالسداد وبالفتح وان شاء الله والنور تعالوا بقى نقول شوية حقاية عن النجاح النجاح لازم عشان ما يحصلش اللي انا قلته انا قلته من شوية وفيه ناس كتير عارفين كده ان النجاح في بعض الاحيين لما يستمر عند بعض الناس بتقل الفرحة بيه عارفين ليه؟ لان النجاح لوحده ما بيكفيش وهو ده اللي خلاني نبص شويتين تلاتة على الحقائق المتعلقة بالنجاح لان فيه ناس بينجحوا وتحس كده انه هو لما يكون نجح وهو الوحده مش فرحان او نجح وما حدش قاله كلمة حلوة مش فرحان ما حدش يقول على الشخص ده انه هو مش متزن لكن احنا لازم نعرف الحقيقة عن النجاح عشان نقدر نفسر الحاجة اللي فيها الشخص ده بس قبل ده كله لازم نبارك لكل ولدنا اللي نجحوا في السنوية العامة ونقال لهم دي بركة ونور من الله سبحانه وتعالى وتعالوا ناخد بأيديكم وبأيدينا ونعرف الحقيقة دي عن النجاح لان الحقيقة هي اللي بتوصلنا للحق ده المركب اللي احنا بننركبه عشان نوصل للحق اول حاجة ان النجاح وسيلة للسعادة الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون حتى هو يجمعون قال له ان خير من المجموع اه فعلا فضل الله ورحمته خير من المجموع بتاعك ليه لان الفضل ده هو اللي يخليك تعرف امت النجاح ولذلك الحقيقة التانية عن النجاح بأن النجاح وسيلة للسعادة اوعى قعدوا في القرن الماضي القرن العشرين يفهموا الناس ان النجاح هو السعادة فالناس اتلغبطوا فجي واحد قال لهم انا ناجح انا افضل في مكاني بس مسعيد انا مش قادر افهم قالوا لا انت سعيد بس انت مش واخد بالك افرح افرح واسعد انت مش واخد بالك وعشان كده جات الحقيقة التانية ان اللي بيخلي الانسان سعيد لما ينجح ربط النجاح بقيمة هو اللي بيجعل النجاح ده لقيمة يبقى اذا اردت ان يكون نجاحك له قيمة فاربطه بقيمة زي قيمة ايه زي قيمة التوفيق والمحبة ربنا موفقني وبيحبني زي قيمة اتخلي السلول على قلب الاحباب اللي هو اللي حوالي زي قيمة ثقتي بحسن عملي وان الله نظر اليه زي ما الغالي امير قال الكلام الجميل المنور ده قيمة الاحسان والاتقان كل ما بتربط النجاح بقيمة كل ما النجاح بينور في قلبك لانه مفتاح من مفاتيح النور وعشان كده يمكن ان الانسان ينجح وما يوصلش للنتيجة لكن لما يوصل للعمل يوصل للنتيجة ويبقى النجاح ليس معناه السبق اه ده مهمة او ده ولكن الوصول الى النتائج بكفاءة وفاعلية فاللي هيجعل النجاح دايما هو الوصول للقمة في اوقات كتيرة مش هيفرح هيفرح قليل ولكن نعم الله سبحانه وتعالى لازم يشكرها يبقى هو لازم يعرف ان النجاح ده مش معناه ان انت تبقى الاول عارفين بقول لكم ليه دلوقتي احنا عملنا حاجة صعبة جات مع الحضارة المادية ومع الكم وما تتفزعوش لازم نوضح الكلام ده دايما يكلمونا عن التنافسية والتنافسية لو من قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اه بس التنافس ده وتنوعين والتنافسية دي نوعين التنافسية شيطانية ايه ده وفيه تنافسية شيطانية اه التنافسية اللي بتهلك الانسان وتفتح عليه باب عدم رحمة نفسه وجلد ذاته وتحميل نفسه مليطيق والحقد والمكايد ومحاولة الاقاع بالناس هي دي التنافسية المهلكة التنافسية اللي الانسان يفضل حاسس انه هو طول الوقت بيجري 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 اخدش نفس عشان يفرح لان النجاح بقى هو الغاية مش السعادة يعني ما ننجحش يبقى انت ما فيمتنيش لا انا عايزك يبقى غايتك السعادة والنجاح ده وسيلة طب ازاي يبقى النجاح موصل للسعادة بثلاث حاجات ان انت تاخد بالاسباب وان انت تتقن عملك بهذه الاسباب لان انت ممكن تاخد بالاسباب ولا تتقنها ان انت تاخد بالاسباب لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لو توكلتم على الله حق توكلي مش توكل بس حق توكلي يبقى فيه حاجة اسمها ان انت تاخد بالاسباب وان انت تتحقق وتتقن الاخذ بالاسباب اللي هو ايه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه يتقنه يعني ايه قبل ما تاخد بالاسباب فكر ايه افضل طريقة لاستخدام السبب ده زي واحد قبل ما بيذاكر كده بيفكر افضل طريقة لمذاكرة المادة دي فياخد له شوية يخطط مذاكرة المادة احنا محتاجين نخطط شوية الحياة وهو ده تنوع من انواع الدخول في انواع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لهو نوع الاتقان الاتقان مش انك تذاكر كم كبير جدا 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 ثم بعد ذلك تجد نفسك تحصيلك قليل لكن ايه المدخل اللي هتدخل بيه على الحاجة وعشان كده المدخل ده هو اللي يخليك تدخل على الحاجة مدخلة صدقا وتعرف ازاي توصل الى النور اللي فيها كل حاجة فيها نور يبقى الاتقان هو ان انت تشوف ايه النور هتوصل للنور اللي في السبب ده ازاي تكتب ولا تردد ولا تحفظ كل حاجة لها مدخل يبقى عندنا الاخذ بالاسباب ثم الإتقان ثم ثالث حاجة حسن الظن بالرحمن يبقى الأخذ بالأسباب والإتقان وحسن الظن بالرحمن دولة ثلاث مفاتيح يخلوا النجاح لما ييجي يوصلك للسعادة فطريق السعادة لابد عشان توصلوا بقى دي خلاص احنا فتحناه ازاي بقى دوء السعادة انا خلاص دخلت اوه فتحت بمفتاح ده وطلق له ايه اخذنا بالأسباب وبعد ما اخذنا بالأسباب عملنا ايه اتقلنا العمل وبعد ما اتقلنا العمل عملنا ايه حسننا الظن بالله فجي النجاح فدخلنا باب فدخلنا حضرة مولانا حضرة النعمة ايه اللي جاب النعمة هنا وهو النجاح ده بيشممك النعمة وينور لك باب النعمة اللي هو نعمة ايه نعمة ان ربنا عايز يسعدك هو ليه ربنا وفقني ربنا وفقني عشان يدوأني حلاوة النعمة اللي هي نعمة ايه نعمة السعادة وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله يبقى إذن ربنا عايز دواك حلوة السعادة فدخلك من باب حلو قوي ميت زين وجميل بس هو فيه شوية عرق اللي هو النجاح إيه بقى الثلاث حاجات اللي تخليني بقى أتيقن ودوق نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي متخبية في النجاح اللي هي السعادة ثلاث حاجات أول حاجة المدومة يعني إيه المدومة يتحول العمل اللي أنا كنت بعمله باخد فيه في الأسباب وبتقن وحسن الظن بالله يتحول إلى عمل دائم خير العمل يأدومه أدومه ليه لأنه أصبح طاعة ويصبح طاعة إزاي عشان أنا اتجهت به إلى مولايا إيه ده يعني السير في طريق النجاح طاعة لأن ليه من أتاني يمشي يبقى أنا لو رايح في طريق النجاح أنا رايح في طريق العبادة أنا بعبد ربنا وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم يبقى أنا ماشي في طريق ربنا يبقى أنا ماشي في طريق الطاعة إيه ده؟ يعني أنا بذاكر ممكن كل حرف بذاكره يبقى طاعة؟ آه طبعاً يبقى كل حرف بعشرات الحسنات؟ آه طبعاً وكل حرف بقرب من الله؟ آه طبعاً ليه؟ لأنه طاعة يبقى إذا كان المذاكرة وإذا كان الأخذ بالأسباب إذا كنت بتضرب عشان أحسن مهاراتي في عملي بتضرب عشان أحسن معاملتي وإعلقتي مع أهلي كل طول ما أنا بتعلم طول ما أنا بعرف طول ما أنا بتنور أنا في طاعة يبقى إزاي أحفظ على الطاعة دي؟ إزاي أدوء حلوتي السعادة بقى؟ بثلاث حاجات أداوم على هذه الطاعة خير العمل أدوامه وإنقل وارضة لما يجي لي كتير أرضة لما يجي لي أولي الأرضة وبعد كده عامل إيه؟ أشكر مولانا سبحانه وتعالى يبقى الشكر كمان يبقى الثلاث حاجات دولة يدوقون حلاوة الإيه؟ حلاوة الإيه؟ حلاوة السعادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في النجاح طب نعمل إيه بقى؟ عشان إحنا ندوق حلاوة السعادة السعادة اللي في النجاح دايما أول حاجة أول حاجة أركز في دي جدا احترم النجاحات الصغيرة يعني إيه احترم النجاحات الصغيرة؟ أنا نجحت إن أنا أقدر أعبر عن فكرتي دلوقتي أفرح وما توفيقي إلا بالله ليه؟ لأنك عندما تنجح تفرح بالنجاحات الصغيرة أنت لا تفرح بك ولكنك تفرح به وليس عند الكبير صغير الحاجة اللي ادها لك ربنا سبحانه وتعالى دي ايه؟ دي من الصغيرة دي كبيرة لأنها من عند الكبير فلذلك لازم تفرح بالنجاحات الصغيرة لما بدرب الناس عشان يقدروا يعرفوا قدراتهم وذاتهم بقول لهم سجلوا النجاحات بتاعتكم حتى وكانت نجاحات صغيرة ليه؟ لأن الكبير سبحانه وتعالى يخفي لك وصلا وبركة ونورا كبيرا في كل شيء ظننته صغيرا إما من اللي بيخلي الصغير كبير؟ الكبير سبحانه وتعالى فوعى أبدا لا تحقرن من النجاح شيئا لأن الكبير هو الذي أنعم عليك به لا تحتقر أبدا من النجاح شيئا ونزاك اكتبوا ونزاك الناس لما بيكونوا في حالة اكتئاب أو عايزين يغيروا أحوالهم أو يبتدوا في تغيير أحوالهم للأحسن بنبتدي نقول لهم امشوا ونحققوا نجاحات صغيرة مع النجاح الصغير 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 بتبتدي تشوف لا دي نعمة من الكبير يبتدي يجي لك المدد وتحس بنور الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية اللي أنت لازم تمشي عليها أنك تجمع النجاحات دا وتحللها بعقل وبتقى دا كده عشان تعرف إيه السبب وراء النجاح دا عشان تعمل إيه عشان تطوروا أنا قاعد قدامكم بعد إيه بعد ما عادت من المرات دربت وعلمت وابتديت أحلل كل الكلام دا فقلت وقيل إيه السبب اللي بيخلي الناس تفهمك إيه السبب اللي بيخلي الناس تستطيع أن تصل للمعاني اللي أنت بتقولها من أقرب طريق التواصل آه يبقى استثمروا في إيه استثمروا في كل في كل أشكال التعليم وإيصال المعرفة للناس يبقى هتحلل وتجمع نجاحاتك وتبتدي تحللها عشان تشوف النور اللي ربنا مخبهولك النجاح مش جاي عشان يبقى نهاية المطاف النجاح جاي عشان تدخل من النجاح إلى النور المفضي بك إلى الفلاح يبقى النجاح مش هو نهاية المطاف لازم تحلل النجاح دا وتوصل للنور اللي هو كان سبب أن أنت وصلت للنجاح وثالث حاجة يبقى أول حاجة افرح بالنجاحات الصغيرة تاني حاجة جمع النجاحات وحللها ووصل للنور اللي جواها واستثمروا النور دا استخدموا في مجالات كتيرة وآخر حاجة تصدق لما يجي لك نجاح ويسعد اللي حواليك لأن الشخص اللي بيستمر سعدته بتستمر نجاحه هو اللي بيسعد اللي حواليك ويريد كل ما قدرت تدعم حد ما قدرش ينجح كل ما النجاح هايزيد حلوته فيك كل ما هتحس بالسعادة لأن القاعدة تقول من يسعد يسعد فعشان كده لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي طب طبوا على قلوب اللي ما نجحوش وسعدوهم وكونوا دايما معهم مبشرين مش منفرين ورجاء للأهالي اللي أهلهم اللي أولادهم ما نجحوش المرة دي لكن هما ينجحوا المرة الجاية خلوكم معاهم بأخلاق حضرة النبي بالبشر والتفاؤل والجمال وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونسأله اللهم يا من ترزقنا النجاح نسألك أن تجعله جسرنا للفلاح اللهم يا من ترزقنا النجاح اجعل هذا جسرا للفلاح اجعلنا من الفالحين في كل وقت وحين يا رب العالمين ألقاكم بعد الفاصل وفي انتظار أسئلتكم رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا اللي احنا دايما بنتلقى أسئلتكم عليها وبنجاوب عليها وهي ظهرت قدامكم صفحتنا صفحة بالنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتواصل معاكم ونستقبل كمان فيها مش أسئلتكم بس وترشحتكم عشان حلقات الجليس كمان ومنتظرين كمان تطبيقاتكم لشرح حديث رسول الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات ومعانا الأستاذة زينب من البحيرة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس بك يا دكتور عمر الحمد لله بصراحة أنا فرحانة ما أنا أكلم في حضرتك أول أتشرف يا فاندي بحضرتك دايما طب أنا عندي سؤال دلوقتي أنا في واحدة بتيجي عندي البيت هي معهاش أولاد وبتجيب لأكل أعمله لها وكده وفي ساعة بتيجي بتكلم للطريقة مش كويسة وغضب عني برد عليها يعني هي دلوقتي أنت حسة أنت بتعملي لها جميلة وفي نفس الوقت هي كمان بتكلمك بطريقة مش مناسبة صح؟ أيوة صحي كده طيب يا ستي فاندي دلوقتي تفضلي كملي يا أستاذ زينب فأنا خايفة أنا أكون مثلا أنا ما برض على مش بطريقة كويسة أنا أكون كده بغضب ربق أو بضيع استخدام آه خايفة تكوني بتكسري بخطرها يعني أيوة وساعات بشتكي منها مثلا لوحدة صاحبية أولادة بتعمل كده أو بتخلي طيب في ساعات مثلا يعني أنت بتطبخوا مع بعض يعني أيوة صحي كده بس أنا اللي بعملها كل حاجة يعني طيب عشان انت شطرة يا جيالك عشان انت شطرة وبتخلصي بتشيري زي ما بيقولوا صح؟ ما دي صدقة دي صدقة يا حجة زينب دي صدقة عند وعندي كمان سؤال لو سمحت لي فضلت الشي ما أنا لسه ما جاوبتكيش عالسؤال الأول ما بيصليش ولا فرد ولا جمعة ولا أي حاجة خالص وأنا خافة من ربنا انت هتخاف من ربنا هو اللي يخاف من ربنا هو اللي يخافي من ربنا أنا خايفة أن أنا يكون علي الزمد أنا بقولي الصر الله سبحانه تعالى لا يجعل الإنسان يعاقب بجريدة الإنسان الآخر وقال لا تزير وزيرة وزيرة أخرى أنت مالك أنت يعني أنا كده معليه الزمد ولا علاج أنت عليك أن أنت تنصحيه أنا بأنصح هو ده راجل كبير ومكلف مش ينفع ليس بيننا وبينه إلا النصيحة تنصحيه وتقوله له عشان البيت عشان البركة عشان الأولاد عشان حياتنا عشان محبتنا عشان إقبالنا على الله تنصحيه بكل ده أستاذ زينب فأنت عليك أن أنت تنصحيه ومتمليش بالنصيحة بس هتزودي حاجة معاه كمان تدعيله في كل سجلة من سجلات صلاتك يعني في كل ركعة في السجلتين تدعيله فيهم وإن شاء الله سبحانه وتعالى لمدة شهر هتبص تلاقي المسألة دي إن شاء الله فكت وإن شاء الله بقى زي الفل والمسألة الأولانية بقى مسألة الست دي إحسني إليها وحاول بقدر الإمكان إن أنت تنبهيها إن هي ما تتكلمش معاك بهذه الطريقة وإلى الله خلينا عشان تدين محبتنا وتدين معرفتنا ببعض ما تقولي ليش الكلام السلبي ده لكن ما تمنعيش خير لو أنت قادر على الخير ده ما حدش عارف اللي أنت بتعمليه معها بيمنع عنها شر إيه ما جايز بيمنع عنها شر إن جوزة يطلقها ولا بيمنع عنها شر إن هي حيحصل حاجة لأولادها إن شاء الله ربنا يبريك لك أنت باين عليك قلبك منور وموصول بالله استمر في فعل الخيرات وما تسمعيش كلام الناس اللي ينعوك من فعل الخير بس إن صحيح أن هي بس تحسن وتكون لطيفة في التعامل معاك معنا الأستاذ مصطفى أستاذ مصطفى من المنفية سلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى تفضل أنا في سؤالين اتنين بس رايح قلب الله يبريك لك حاضر أولادي من أهل الكرؤون وطلعين من أوائل جامعة الأثر وده فضل من عند الله سبحانه وتعالى الله أكبر البلاء جاي علينا مش عايز أقولك السنة دي جاي بلاء على الولد والبنت لا تعد ولا تحصى وصبرين إن شاء الله ربنا دي مع عليكم الفضل والنعمة ويجعلكم في جنف الولد على اختلاف مع زوجته فروحنا نسلم أيمة المنقلات أنقرت كل شيء وتومت الولد على شغله وخذت في مال ما لا يا حمد عقبان وقالت له لازم أرسدك من شغلك وأنقرت أيمة المنقلات وبتك على تاني أنقرت أيمة المنقلات بكامل بكامل الحاجات اللي يا جابت أنقرتها وخذوا فلوز أكتر من اللازم هذا حاجة ده السؤال الأولاني يا حاجة مصطفى السؤال التاني السؤال التاني البلاء اللي حط علينا وعلى أولادنا هل ده دم هل ده إيه مع العلم إن أولاد يطلعين من أوائل جامعة الأفضل أنت مش قلت إن أم من أهل القرآن أيوة وقلت إن أم كمان من متفوقين ده فضل من عند الله طيب يا سيدي مش أنت سمعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول أشد الناس بلاءا الأمثل ثم الأمثل الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لا عنوات التلفزيون تسمعني من التلفون ما عليش يا حاجة مصطفى بص يا سيدي الناس أصناف في مسألة البلاء في ناس كتير ربنا يجيب لهم البلاء عشان يرفع درجته أو يجيب لهم البلاء عشان يأكدوا صدقهم ما أنا طول الوقت بقول إن أنا راجل بحب ربنا وراجل صابر وراجل قوي الإيمان يجي للبلاء بقى ربنا يسبتني ويجعلني من أهل الإخلاص ويجعلني من أهل المحبة ويجعلني صابر ويجعلني راضي ويجعلني كل ما يحصل الكلام ده فلما أوصل لهذا الحال وهذا الرضا ويثبت قلبي على محبة الله يجي الفرق بقى ويجي النور وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول إنما أتيتك بهذا البلاء لأرى صبرك على محبتي أما وقد أحببتني فلا أفتحن عليك خزائن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر علم أولادك السبات في هذا البلاء وعلمهم دائما أنهم يحمدوا الله سبحانه وتعالى وقولوا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لأنه لا يأتينا بمكروه ولكن يأتينا بما يؤدبنا ويهذبنا هو لم يأتيك بهذا ليعذبك ولكن أتى بهذا ليهذبك ربنا مش بيعذبك ربنا بيهذبك ولزيك إيه اللي حاصل خليه يخرج من هذه المسألة بالحمد وبالرضى وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيبركه إيه اللي حاصل؟ على الأقل ابنك وإنتو كل يوم تكونوا كل يوم الصبح تستغفروا الله مائة مرة وتصالوا على النبي مائة مرة وتقولوا لا إله إلا الله مائة مرة وتختموها وسيدنا محمد رسول الله في الصباح وفي المساء وكل يهون إن شاء الله ويزول كل البلاء ده إن شاء الله معنا السيد محمد من اسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله على رأسي أنا دلوقتي عمري يعني مثلا إيه العملية معايا بتتجي الورا والديون ومش عارف إيه ومش أقوب وزي ما قلق رزي محدود قوي جده ومش عارف ولا روح ولاكي والديون كل ما أنا خدت بكل مده بتتقطر علي والحمد لله بصلي وصوم طيب هقول لك تعمل إيه إنت عايزنا أقول لك تعمل إيه فيه ثلاث حاجات بما إن إحنا قلنا حديث رسول الله عليه وسلم إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه الحديث معناه كمان إن ربنا بيحب اللي يأمل حاجة اللي بيتقنها فلذلك أنت لازم تراجع نفسك هو أنت بتشتغل الحاجات اللي بتتقنها ولا أنت عشان أنت معندك مش عارف إيه اللي بتتقنه اشتغلت الشغلانة دي لغاية ما ربنا يسرها موضوع تيجيب خسارة أكبر يبقى أنت لازم تعرف إيه اللي أنت بتتقنه وتشتغله وما تشتغلش أي حاجة لأن أنت لو اشتغلت أي حاجة يحصل إيه حاج محمد يحصل الخسارة الكبيرة اللي أنت فيها يبقى أول حاجة وقفة لمراجعة ومحاسبة النفس أنا بشتغل على الله كده يواجه ومية كده شفت إزاي إحنا عايزينك بقى تعرف أنت شاطر في إيه وتروح تشتغل حتى لو عتشتغل حاجة كده فيها بتعملها كده على إيديك وتروح تبعها هتلاقيه مباركة ربنا مبارك لك فيها ليه؟ لأن البركة دي جاي منين؟ من سر أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه سر أن أنت بتشتغل حاجة بتتقنه يبقى أنت عتوصل للنور نور أن ربنا سبحانه وتعالى رزق كأنوار أنه هو البديع سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة عمل كده تاني حاجة ما تملش استمر في العمل استمر في العمل يعني مش لازم في اللي أنت فيه ده لكن استمر ما توقفش ما تقس ما تحبطش لأن ربنا معاك ونظر إليك نظر إليك أن أنت صادق في أنت عايز لقمة حلال ولا لأ فاستمر وربنا إن شاء الله يرزقك الحاجة التالتة كتر من الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى حقي يستحي من العبد أن يمد يديه ثم يردهما سفرا خائبتي يبقى التالت حاجات دولة اوعى تنساهم اشتغل الحاجة اللي بتتقنها تاني حاجة استمر في العمل وما توقفش لأن اليوم اللي توقف دي ده جاي من النفس الأمر بالسوق تالت حاجة كتر من الدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى لأن حضرة النبي أخبرنا أن الله عند المنكسرة قلوبهم أستاذة إيمان اتفضلي علي وسلام عليكم اتفضلي أهلا بحذرك يا دكتور أهلا وسلام بحضرتك بعد إذن حضرتك أنا كنت يعني بالنسبة لي كده من 3-4 أيام يعني فجأت بخبر طبعا صدمني ابني في سنوية عامة وكده وللأسف صدمت بأنه هو لم يوفق للسنوية يعني تعالي نتفق أنا وإنتي أنه هينجح إن شاء الله يعني إن شاء الله سينجح ما نقولش أنه ما نجحش لأنه على فكرة ممكن يكون نجح في أنه هو يفهم شوية حاجات عن الحياة شوية معاني عن الحياة ما فيش حاجة جاي من غير درس ما فيش حاجة جاي من غير نعمة اتفضلي أكيد والله عندي يقين بكده ويقين وظن بالله هو اللي تعبني نفسيا أو عصبيا إن أنا لما تلقيت الخبر يعني أنا بقدرت شمسك نفسي مثلا إني طبعا عياط بطريقة بشعة إني إزاي 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 فمع إننا لما تلقيت خبر وفات أبوي من عام يمكن كنت صند عن كده ومستنفسي عن كده صلي على رسول الله أول عليه الصلاة والسلام أنا أقولك إحنا عندنا السيدة المصرية أقولك الحقيقة أو فصلت كده وأقولك تعملي إيه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة المصرية عندنا أسوأ لقب ممكن تحصل عليه إن هي فشلت في تربيت الأولاد كده فهي عندها إيه يعني أنا لما تحب تعاقب نفسها وإيه بتكلم أولادها أو تحب تحسسهم بالمصيبة اللي هي فيه تقول أنا فشلت في تربيتكم وعشان كده لما فقدنا الوالد حسنا بإن ربنا بيحن علينا لكن لما حصل إن ابننا منجحش مين قالك إن أنت فشلت في تربيتهم مين قالك إن أنت خسرتي ده كلام من إبليس اللعين من النفس الأمر بالسوق أولادنا في الوقت ده محتاجين حاجة واحدة بس إن هم يشوفوا إن إحنا بنحبهم لإن إحنا مش بنحبهم لإن هم نكحين ولا بنحبهم لإن هم متفوقين نجاحهم متفوقهم بيفرح نبيهم وبنفرح ليهم وعشان كده خليكي مع ابنك وادعيله وطمنيه وخلي المشهد اللي هو لما حصل ده يضيع من بالك أول ما ييجي المشهد ده تصلى على حضرة النبي تقولي كده اللهم صلي على كامل النور الذي به تشرق الأنوار في القلوب فنصل إلى رضا المحبوب الله سبحانه وتعالى فعلى طول كده هتلاقي قلبك سعد وتهنيتي وما تعمليش وما تشليش الهم اقوع بقى نفسك الأمر بالسوء تفضل تقلب عليك بقى انت من الصبرة انت كده ربنا يعقبك أبدا ربنا نظر إليك وعارف ان قلبك مكسور الآن ادعيه قولي له يا رب أسألك أن تفتح على ولدي وترزقه نعمة التوفيق والسداد ومن دلوقتي حمسي ابنك وقل له خلاص احنا ابتدينا وعنشتغل وعننجح ان شاء الله ولعل ده يكون آخر فشل في حياة ابنك أو آخر عدم وصول للنجاح في الوقت الأولاني وممكن نوصل للنجاح في الوقت التاني أستاذ أحمد معنا أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الاحترام والتقدير وحضراتكم وتمنياتنا بدوام السداد والتوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله مع حضرتكم أحمد عروج أرض الجنين أغرب شبرة الخيمة أهلا وسهلا ما حكم الشرع دكتور عمر ما حكم الشرع في أولئك أصحاب الأملاك الذين ينتمون أملاكهم ملكهم ثم ينسيبونها بأسماء مستعارة لغيرهم ليهم عليهم مخالفات ولا إيه يتهربون من مخالفات ويتهربون من دفع الدرائب للدولة وما إلى ذلك ويعتبرون ذلك ويعتبرون ذلك أنه ضرب من ضروب المعارة والتجارة طيب يا سيدي أقولك حاجة يا سيدة أمرني يا دكتور إحنا عندنا طرقتين إحنا لما بنيجي نتكلم عن الحيل والألعاب دي فالحيل عندنا زي ما قال سيدنا محمد بن حسن الشيباني قال الحيل نوعين حيلة بوصل بها إلى حق يعني واحد دلوقتي واحد واخد منه ماله ومخبيه فأنا بطريقة أو بأخرى عدت أدور لغاية ملائية مالي احتلت لغاية ملائية مالي آه دي حيلة ما فيهاش مشكلة سيد محمد بن حسن الشيباني قال دي حيلة جائزة أما الحيلة الحرامة هي الحيلة اللي بتمنح فالشخص اللي بتهرب من الدرائب أو الشخص اللي هو بيبيع البيع ده سوري عشان يتهرب من ملاحقات مالية مع بعض الأحيان بيبقى الشخص يتحط تحت الحراسة أو يتحط تحت حاجة فيقول للشخص ده عن المالي آه باسمك وتأخذ حصة كده ونصيب بس الفلوس دي فلوسي ويأخذ منه ورق ضده عشان يبقى ايه برضو الفلوس عنده الشخص ده واقع في الاسم وإن كان ده يتعلق بالمالي العام فالاسم أكبر وقد يكون من الكبائر لأن الظلم ظلماته يوم القيامة ده ظلم الغلابة ظلم الغلابة اللي احنا محتاجين لهم دعم اللي أن الضرايب دي هي اللي بتكمل على موازن الدولة عشان نقدر نكمل ويبقى البلد فيها نفس وفيها حيل عشان تقدر تنمي وتقدر كمان نتوسع ونكبر ونبقى كمان قادرين نحقق معاني الرخاء اللي فيها إحساس بنعمة ربنا ونشكر ربنا على نعمته ولذلك الأشخاص اللي بيستهينوا بده ده حرام عليهم والله سبحانه وتعالى يحاسبهم على أنهم مش بس تهربوا من أصحاب الحق لا على أنهم ظلموا كل الناس دي فالشخص اللي بيتهرب من الحق العام ده وبيسترق المال العام ده بيتحاسب على أنه ضيع أموال كل الفقرة وكل الغلابة ولذلك لابد أنهم يتقوا لله ويتوبوا إلى الله من الآن ويصححوا ده لازم يردوا الحق لأهله ولذلك يتوبوا إلى الله الآن ويردوا الحق لأهله أستاذ أحمد من المنوفية تفضل وعليكم السلام عليكم والشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم الزوجة اللي تنكر على جلسة بالمنقلات والكذب في الحاجة إيه الحكم في كده آه يعني إذا ما تبدل حقها بالحلال أنكرته ما حكم الدين في كده ده كذب وظلم إذا كانت هي أخذت حاجتها اللي مكتوبة في القيمة ثم عملت لجزها لأنه ما أثبتش أن هي أخذت الحاجة أو هي أخذت الحاجة من وراء دي ما جاي بالقيمة أو أن هي أخذت الحاجة من وراء وثبت له الشقة على الأرض وخذت الحاجات اللي مكتوبة في القيمة وبعد كده رح ترفع عليه أضيئة بهذه القيمة ده ظلم ظلم وظلمات يوم القيامة والحاجات دي ما بتباركش الحاجات دي بتكون وبال على الشخص اللي عمل كده اتقوا الله سبحانه وتعالى لازم ونفارقة تكون بإحسان ولازم لما نتخاصم ما نفجرش في الخصام لأن الفجر في الخصام دي من صفات المنافقين فتعالوا نتقل الله سبحانه وتعالى في بعض اللي عايز يفارق يفارق بالمعروف واللي عايز يعاشر يعاشر بالمعروف لأن الحقيقة المعروف هو اللي بيعرفنا نعم ربنا علينا وبيعرفنا إزاي نوصل لله سبحانه وتعالى بالرضى وبالمسامحة وبالمحبة إزا كانت زوجتك أو ما عرفش حصل بينكم طلاق ولا لا إزا كانت زوجتك عملت كده تتقل الله سبحانه وتعالى وتثبت الحق لأهله وترجع لربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل منها احنا النهاردة كنا مع جليس جليس النجاح يا رب اجعلنا على الدوام من النجحين اللي توصلهم بالنجاح ده إلى السعادة اللهم إنا نسألك أن تجعلنا على الدوام من أهل النجاح وتفتح لنا به بابا للفلاح وأن تجعلنا يا ربنا ممن ارتاحت قلوبهم لما رأوا نعمتك ولما عرفوا أنك تنظر إليهم بالمدد اللهم اجعل نجاحنا بصيرة نرى بها مددك ونورا نرى به حسن معاملتك معنا اللهم أسعد قلوبنا بنجاحنا في الوصول إلى محبتك حتى نصير من السعداء في الدارين يا رب العالمين يا ودود يا جميل يا كريم يا رب العالمين 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 يا رب العالمين